السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاح حامد وبهالفيديو رح نحكي لكم كيف تقدروا تسترجعوا الملفات المحذوفة من أجهزة الأندرويد الآن الفيديو رح ينقسم لجزئين أول جزء بيتعلق بالأجهزة اللي مش معمولة هاروت وجزء الثاني لأجهزة اللي معمولة هاروت الآن للأجهزة اللي مش معمولة هاروت هاي العملية لازم تعملها قبل حذف الملفات يعني لازم تكون مجهز جهازك بهالتطبيقات أو بهاي الإعدادات على أساس أنه في حالة حذفت أي ملف بإمكانك أنك تسترجعه بكل سهولة أما إذا كان جهازك مش معمولة روت ولا أنت عامل الإعدادات التالية اللي رح أحكيها الآن أو الإجراءات اللي رح أذكر لكم إياها بهالفيديو لازم تعمل روت لجهازك علشان تقدر تسترجع هاي الملفات وتسترجع لازم أحط لكم نجمة صغيرة جنبها لأنه في بعض الحالات ما بتقدر تسترجع فيها بعض الملفات أو حتى الملفات نفسها راح تكون تالفة خلينا نبلش بالفيديو أولا خلينا نبلش نتحدث عن الأمور اللي بتقدر تسويها قبل ما تحذف الملف أو الطريقة اللي بتقدر تستخدمها بدون ما تعمل روت علشان تقدر تسترجع الملفات المحذوفة ولكن بداية لازم تكون مشغل هالتطبيق على جهازك اللي هو اسمه دومستر أو بمعنى آخر اسمه سلة المهملات والفكرة أو الطريقة اللي بيشتغل فيها هي نفس الطريقة اللي بيشتغل فيها سلة المهملات على الكمبيوتر عندك على جهاز الويندوز أو على جهاز الماك بنفس الأسلوب بحيث أنه بس تروح للتطبيق بتروح لقسم الإعدادات بعدين بتشغل أولا إيش الملفات اللي أنت بدك إياهم يتقدر تسترجعهم بعدين فالآن في عندي خيارهم للصور للفيديوهات للصوت للملفات إن كان الورد أو البي دي اف اللي بتكون موجودة على الجهاز أو ملفات أخرى زي الملفات المضغوطة وملفات تثبيت التطبيقات على سبيل المثال خلينا نشغل الامجز في هاي الحالة الآن الجهاز كل ما تحذف أي صورة مش راح الجهاز يحذفها مباشرة بل ينقلها لجزء ثاني في الجهاز بيكون موجود داخل الحافظة تاعت هالتطبيق فعلى سبيل المثال خلينا نروح على هالصورة ونعملها حذف فالآن المفروض أنها انحذفت ومش راح تقدر تلاقيها من البرنامج المعرض أو من الستوديو لما تدخل عليها راح تدور على الصورة مش راح تلاقيها ولكن إذا رحت على تطبيق الدمستر راح تلاقي هاي الصورة موجودة هون كل ما عليك أنك تسويه أنك تضغط عليها وتعمل رستور أو بإمكانك أنك تحذفها حذف كله وبيمكانك تشاركها من هون مباشرة فالفكرة في هالتطبيق أنه أنت تنقل الملف من مكان إلى مكان وطبعا لازم تكون عامل هالإعدادات هاي ومشغل هالتطبيق قبل ما تقوم بحذف الملف لأنه إذا حذفت الملف بعدين نزلت هالتطبيق على الفاضي مش راح تقدر تسترجع الملف اللي حكناه سابقا أما إذا بدك تسترجع ملف ثاني وأنت مش عامل روت للجهاز وبعد ما حذفته وما كنتش عامل هالموضوع راح تضطر أنك تعمل روت للجهاز علشان تقدر تستخدم التطبيق الثاني راح نحكي عنه بهالفيديو اللي هو اسمه ديسك ديقر الديسك ديقر هو تطبيق بيتطلب صلاحيات روت علشان يشتغل والفكرة فيه أنه بيروح لملفات النظام نفسه وبطول الملفات أو أجزاء البيتات اللي بتكون لسه موجودة من الصور ومن الملفات اللي انت حذفها علشان يقدر يسترجع لك إياها الآن لازم تعرفوا أنه هالتطبيق مش دايما بيسترجع كل الملفات أو حتى ما بيسترجع الملف بشكل سليم في بعض الحالات فلأن الصورة لما تنحدف ما بتكون على شكل باقة واحدة من المعلومات بل بتتقسم إلى أجزاء فأحيانا لما تسترجع الصورة ممكن نفس الصورة بس تسترجعها من التطبيق وتفتحها راح تلاقي النصف العلوي مثلا بيكون كله رمادي لأنه الملفات أو البيتس اللي موجودة فيها صارت ممحية بحيث أنه الآن جهازك بشكل عام لما تحذف أي ملف ما بيحذف كل البيتس هاي على طول بل بيخليها موجودة في مكان معين ولكن ما بيعطيك أكسس عليها وبيستنى لحد ما أنت تحط ملف ثاني على الجهاز علشان يقدر يمحي القديم ويحط الجديد فإذا نزلت ملف وحتى لو نزلت الجهاز وعملت روت وكنت أنت معبي الذاكرة كمان مرة فوق الملفات اللي أنت محيتهم من الصعب جدا جدا أنك تقدر تسترجع القديم الآن بس تفتح التطبيق راح تلاقي في عندك أكثر من درايف في عندك للسيستم داتا كاش وفي عندك بعض البرتشنز الخاصة بالسيستم اللي أنت بدك يا أو تدور عليه هون طبعا بعد ما تعطي التطبيق صلاحية الروت أنك تروح على الداتا من هون بتحدد إيش طبيعة الملفات اللي بدك يا يدور عليها فهون الجهاز ببلش لحاله يدور على كل الصيغة اللي أنت بتحطها اللي مدفونة في داخل الذاكرة تاعة الجهاز فمثلا لو بدك نوع معين الـ APK على سبيل المثال أو ملفات التثبيت هون معطيك الخيار أنه الخيار فقط متوفر للتطبيق الإصدار المدفوع مش الإصدار المجاني الإصدارات الأمور المجانية منها التطبيق اللي هي الصور ملفات الفيديو بالإضافة لفايلات الـ PNG الباقي كل ياته بتطلب أنك تكون دافع فلوس على الجهاز أو على التطبيق علشان تقدر تسترجع هاي الملفات فمثلا الآن خلينا نروح على MP4 وبتحط أوكي الآن بما أنه أنا اخترت الذاكرة اللي أنا موجود عليها أو الميموري اللي موجودة على الجهاز اللي يحجمها 51 جيجا بايت أو 55 جيجا بايت بلش يدور فيها كاملة ما بيطلع لك جزء معين بيقول لك بدك تدور على الصورة بالاسم الفلاني أو في الفايل الفلاني بل بدور في كل الذاكرة الداخلية تاعت الجهاز والعملية تتطلب وقت كبير فالآن أصبح بلش الموضوع السكانينغ أو البحث في الملفات هاي رننغ وعندي الآن تقريبا خمسة أو نصف بالمية من كل ذاكرة داخل الجهاز ببلش الآن يطلع لك بعض النتائج اللي بيطلع لها اللي هي الملفات اللي أنت بتكون حادفها مسبقا بيمكانك أنك تسترجعها حتى لو ما كنت يعني لو كنت في حالة ما كنت نضايف أي ملفات أخرى فوقها بيمكانك أنك تسترجع الملف بشكل سليم بدون ما يكون فيه عليه أي مشاكل وبتقدر تشغله حتى يعني لو كنت حادفه بتقدر تسترجع الفيديو بشكل كامل وتشغله بدون أي مشاكل بهيك بنوصل لنهاية هالفيديو إن شاء الله يكون هالفيديو مفيد لإلكم إذا عجبكم ما تنسوا تعملوا له لايك وشاركوه مع أصدقائكم إذا شفتوا مفيد إذا حابين تابعونا على شفكات تواصل الاجتماعي كلها الروابط راح تلاقيها موجودة هون الفيسبوك تويتر إنستغرام وجوجل بلاس بالإضافة لزر للاشتراك بالقناة إذا مش مشترك لأنه بنزل الفيديوهات بشكل أسبوعي أحداث تغطيات لأحداث تقنية وأمور بتخص الأجهزة الجديدة بالإضافة لأنه فيه ثلاث فيديوهات بالأسفل إذا حاب تتابع كمان وكل هالروابط موجودة في صندوق الوصف إذا بتتابع من تليفون أو من تابلت هذا كان كل شيء لهالفيديو كان معكم صلاح حامد في أمان الله اشتركوا في القناة